أول شيء هو أننا كنا نسجل منذ ليلة أمس إلى حضور صباح اليوم سعاد الحالة الجديدة سعاد الحالة الجديدة وضعتناها على ثمية الحالة لكنا نسجل كانوا يوم إذن في العدد الإجمالي ديال الحالة المؤكدة ببلادنا هو 17 حالة هذه 17 حالة كيف تبعتم معنا حالة منها مع الأسف كانت توفت كانت تعالى في السنة التي كانت عنها عدة أمراض مزمينة ومتقدمة في السن وحالة اتشافت نهائيا وتمتشفاؤها بتحليلات محبارية تحليلين طبريين في الأموة 24 ساعة وحدا اليوم وحدا بعدها وثانا ساعة يؤكدون بأنها لم تقلق عن هذا الفيروس الخمسة التي يبقى بطبيعة الحالة لا زالوا تحت العلاج في الوحدات الاستشفائية من خصصها لذلك في العزل طبيعة الحالة من أجل تفادي أن يكون هناك اتقال للفيروس في العزل طبيعة الحالة لا نستطيع الحالة ولكن حالة متوسطة إذا كنا نريد أن نزيد بقوة أكثر وش نعطوكم المعلومات التي نتغفرون الآن هو أنها 17 الحالة 11 منهم الجنسية ديالهم مغربية مغاربة مغاربة عائلين من الخارج وال6 منهم عندهم جنسية فرنسية هذا من ناحية الجنسية ديال 17 للأشخاص عشرة منهم دكور وسبعة منهم دينة معدل العمر ديال الحالة السبعتاش لنا لا باولة وعندنا حالتهم كثنا نعملوا عرارة الإحصائيات ديال الستاتيستيك معدل العمر هو 51 سنة عندنا العمر أدنى مكان في العمر وعندنا نوحة الرضيع ديال 19 أشهر وأقصى ما عندنا هو السيدة المتوفات ديال السعود في عمر 80 سنة مع ذلك ما بين ذلك فهما أكترية أشخاص متقدمين بالسينة لمنطقة لأن الحالات كلهم جابوا الإصابة من الخارج باستثناء حالة واحدة ديال زوج اللي جابوا الإصابة من الخارج وعادة الزوجة دياله الموحيد دياله فهذا علش كنأكدو وغالين كما رجعو لها على الإجراءات المتعلقة بجرد مخالفين وتقييم الخطر بالنسبة للمخالطين والإجراءات الوقائية لازم اتباعها من طرف المخالطين فالدول اللي جاءوا منها هده 17 ديال الحالات كان اتباعا ستا دخلوا معهم الفيروس من فرنسا وخمسة جابوا الفيروس من إيطاليا وخمسة جابوا الفيروس من إسبانيا وكذلك الحالة اللي يبقات هي الحالة للزوجة ليتعادات عن طريق الزوج دياله فإضافة إلى 17 الحالة وطبيعة الحالة خصنا نركزوا على أننا النظام ديال ليقضوا بطار السوبر المشتغل الدليل على أنه إذا مشيتوا دبس فارس من قبل المزارة الصحة فإننا إلى جانب هذا السبعتاش عندنا مية وستة ديال الحالات التي تحرينا عليهم كانوا حالات محتملة ولكن درنا التحريق ودرنا بتحليلات المخبرية ورجعت لنا التحليلات المخبرية بإننا موسيبية هاد الناس ما عندهم شكور فإذن مية وثلاثة وعشرين وما يتم تحريق عليهم سبعتاش حالات مية وستة حالات مستبعدة وقبل ما ندخلوا المعنى بالقاعة بشي باش تأخرنا واحد شيء باش نعطيوكم المعلومة موحيانة جاتنا النتيجة مخبارية لالواحد الخمسة اللي كانوا قيد تحريق النتيجة والله الحمد جات سيد بي بأنه ما عندهم شي يستبعدوا ما عندهم شي ما عندهم شكورون هاد السؤال اللي يتبادل هو أننا علاش بدنا كنشوفوا هاد هاد حالات هالك أول شيء يجب أن نقر بأن النظام الوطني ديل ترصد واليقضة الوبائية اللي وضعناه ضمن الخطة الوطنية لي اليقضة والتصدي كيشتغل لأنه كنلقوا حالات اللي كتنطبق عليها المعايير ديل حالة محتملة وكيقوموا بتحريل ديلها في حينه بما فيها تحليلات المخبرية طبقا للنموذج والمناهج اللي وضعناها وكيف رجع لنا النتيجة وكنعرفوا بأنه واش كل مريد واش كل ممرد واش كل ممرد فهذا المنظومة مشتغلة وهذا المنظومة كنذكر بأنه كان منظومة خاصة للتبليغ على الحالات اللي كتسوفي لها المعايير من طرف معنية الصحة مشكوري لتعبؤل الغرض وكين وسائل أخرى وقنوات أخرى بشكل تقطع إشارات بأنه لا ربما هناك حالة خصوصا في نقاط العبور ضمن المراقبة الصحية في الحدود أو وبالأكثر عبر الرقم دي وقالوا يقضى وبائية هذا الرقم يقضى يقضى وقالوا يقضى وبائية التي كانت تصل به بعض الأشخاص الذين يأخذوا بكالكتليبات في المطارات وفي الموانئ وقالوا بأنه لغارات أعراض يمكنكم استشروحوا بالرقم استشروحوا العدد كبير وما الذي يتصلوا وكان أخذوا من عندهم المعلومات وكان أعطيهم على الشخص المداوي والأخصائي بصفحة العامة والربائية هو الذي يأخذ المعلومات ورقم الهاتف ويتكلم معهم مباشرة ويأخذ معهم جميع تفاصيل ويلاقيهم مع المسؤولين في الجيئة على الصحة العمومية لكي يبعدون لهم الفرق لعين المكان ويتم تكرفون بهم في المستشفى اللي خاصنا لديهم ما تنسوش تقابونا وفلاشين اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام